اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضعت للناس نظاما اجتماعيا قويما أساسه التراحم والترابط والتكافل حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم ومن هنا فقد شرع الإسلام الزكاة وجعلها من أركانه وحث على الصدقات وجعلها من أعظم أبواب الخير بما يسهم في سد حوائج المحتاجين وتفريج كربهم حيث يقول الحق سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها ويقول سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل قرن الزكاة في كثير من المواضع بأعظم الفرائد وأجلها وأعلاها مكانة وهي الصلاة تعظيما لشأنها وذلك ترغيبا في أدائها حيث يقول الحق سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ويقول تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون كما جاءت الشريعة بالتحذير من التهاون في أداء الزكاة حيث يقول سبحانه وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ويقول جل شأنه وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلِيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُبُورُهُمْ هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات مقرونات بثلاث ولا تقبل واحدة بغير قرينتها وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه أنشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه ولا شك أن الصدقات تدعم دور الزكاة في تحقيق دورها المجتمعي لذلك جاء الشرع الحنيف بالحث عليها والترغيب فيها حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن للزكاة والصدقات ثمرات عظيمة منها خصول البركة والأجر العظيم حيث يقول سبحانه يمحق الله الرباء ويربي الصدقات ويقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا ومنها أنها سبب من أسجاب العافية يقول نبينا صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا للبلاء الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوق وللزكاة دور كبير في تحقيق التوازن المجتمعي وتحقيق التنمية المجتمعية ويتسع الأمر اتساعا كبيرا في مجال الصدقات سواء أكانت صدقات جارية أم صدقات عامة أم في صورة مشروعات ومبادرات كمشروع سكوك الأضاخي أو سكوك الإطعام أو مشروعات الكساء وتأهيل المنازل أو توفير فرص العمل وغير ذلك من وجوه البر التي تسهم في تحقيق الرعاية الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية أو التنمية المجتمعية لها وللمناطق الأولى بالرعاية فما أحوجنا إلى تحقيق معاني البر والصلة والتكافل المجتمعي حتى تسود المحبة ويعم الإخاء وتتحقق التنمية اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين